السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله وبياكم هذا هو الدرس السابع والستين من كورس بناء المهندس المدني نذكركم يا أحبة الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم جديد كورس بناء المهندس المدني والكورسات الأخرى القادمة بإذن الله تعالى على هذه القناة الآن يا أحبة سنتحدث عن موضوع رطوبة الصقف أو الجدران ما أسبابها وكيف تعالج لو نلاحظ بهذه الصورة هذه الصورة لغرفة عبارة عن جدار وسقف هذا الظاهر لنا نلاحظ عليها وجود عفن هذا الذي باللون الأسود الذي يظهر أحيانا هذا هو العفن طبعا هذا العفن تقريبا مثل عفن الخبز نفس الشكل يظهر على الأسقف ويظهر على الجدران ما سبب هذا العفن؟ سببه هو وجود رطوبة على الجدران وبالسقف هذه الرطوبة مع الأيام تسبب وجود هذا العفن طيب ما أسباب الرطوبة نفسها؟ هذه سنتحدث عنها الآن لكن قبل هذا موضوع العفن حتى ننتهي منه العفن هذا هو نتيجة يعني هو نتيجة الرطوبة الموجودة بالغرفة طيب هذا العفن ما يسبب هذا يا أحبة الأطباء يقولوا أنه يسبب ضعف في التنفس والذين عندهم مرض الربو يعانون أشد المعاناة إذا كان ثمت عفن بالغرف ولهذا يفضل معالجة أو إزالة هذا العفن إن وجد بإحداء الغرف حتى الأطباء النفسيين يقولوا أن العفن هذا يسبب اكتئاب يعني للذين يجلسون بغرف فيها عفن مثل هذا الشكل وأنت يعني تلقائيا لو تفكر فيها لو تجلس بغرفة فيها عفن مثل هذا الشكل وغرفة أخرى نظيفة وادهانها جيد ويعني غرفة منتظمة لا شك أن النفسية تتغير من هذه الغرفة النظيفة المنتظمة إلى الغرفة التي فيها عفن مثل هذه طيب كيف يعالج هذا العفن؟ هذا العفن لا يعالج بمجرد المياه طبعا يوجد عدة طرق وهو أن تخلط مياه وملح وتزيل هذا العفن بالمياه والملح وأنا هذه الطريقة لا أفضلها حقيقة الطريقة الثانية هي أن تستخدم الخل على العفن تزيله بالخل طبعا تفركه مع رش الخل عليه أو الطريقة الثالثة هي وضع كلور هذا الكلور نفسها المنظف الكلورات التي تنظف بالمنظفات المنزلية أيضا هذا نافع في إزالة هذا العفن خاصة بالمناسبة هذا العفن يظهر متى؟ يظهر بفصل الشتاء مع هطول الأمطار يظهر هذا العفن إذا كان ثمت رطوبة تصل إلى المنزل طيب بالصيف ينصح بفتح الشبابيك وحتى بالشتاء إذا كانت ثمت شمس ينصح بفتح الشبابيك حتى تهوى الغرفة حتى تحد من وجود هذا العفن نحن الآن تحدثنا عن العفن طيب ما السبب الذي وصل الغرفة لأن يحدث فيها هذا العفن؟ قلنا السبب هو وجود رطوبة سواء في الجدار أو في السقف طيب الرطوبة هذه من أين تأتي؟ في العادة لها سببين السبب الأول أن يكون المنزل هذا أو المبنى غير معزول عزلا مائيا يعني لا يوجد عليه عازل بالتالي اجتمعت المياه على السقف فسببت رطوبة بمنطقة معينة هذا سبب أول طيب قد تقول لي باش مهندس عندنا غرفة فيها عفن ومعزولة بهذه الحالة العازل هذا العازل إما أن يكون مغشوش يعني العازل نفسه رديء وإما أنه نفذ بطريقة خطأ أو كانت الذين نفذوه ما نفذوه بالطريقة الصحيحة فلهذا تركوا فيه مناطق ضعف أدت إلى وصول الرطوبة للسقف طيب الآن سبب ثاني غير موضوع عدم العزل هو الشروخ يعني بحال لو وجد شرخ بالجدار هنا تجد أن معه طول الأمطار بأمر من الله سبحانه وتعالى المياه تنتقل إلى تنتقل إلى الغرفة من خلال هذه الشرخ سواء في الجدار عند الكامرات أو في الأسقف مثلا أحيانا يكون ثمة شرخ غير ظاهر لكن هو الذي يسبب هذا هذه الوصول وصول قطرات المياه للداخل يعني تسبب الرطوبة بالتالي يحاول المالك أن يبحث عن مكان الشرخ بدقة ويملأ هذا الشرخ يعني يعالج هذا الشرخ بالعلاج المناسب طيب لو وجدت مثلا وجود تجمع لمياه أمطار هنا مثلا على سبيل المثال بهذه المنطقة وذهبت إلى السطح العلوي ولم تجد وجود شرخ كيف تحدد مكان الشرخ بالتحديد؟ بكل بساطة تقيس هذه المسافة من هنا إلى هنا وتقيس المسافة من هنا إلى هنا ثم تذهب للسطح العلوي فتقيس نفس المسافات بالتالي تحدد المنطقة التي يوجد فيها قطرات المياه واضح فعلاج موضوع الرطوبة باختصار هو أن نعمل عزي المائي أو إذا كان ثمت شرخ نعالج هذا الشرخ إلى هنا نكون انتهينا من هذا الدرس لا تنسوا يا أحبة الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس حتى نستمر بتقديم المزيد بإذن الله تعالى نستوديعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته